بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يقتصر تفوق تركيا على إحداث طفرة في مفاهيم الحرب عبر المنصة الجوية غير المأهولة فحسب بل وصلت رياداتها في مجال المركبات البحرية المسلحة بلا طيار أيضا وفقا للخبراء تعد تركيا واحدة من أكثر الدول كفاءة في العالم في هذا المجال حاليا لمتابعة كيف تفوقت تركيا عالميا في مجال المنصات البحرية المسيرة أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية إذا سألنا عن نتاج صناعة الدفاع المحلية الوطنية والتي أدخلت تركيا إلى العالم فإن الإجابة الشائعة للجميع تقريبا ستكون المنصات الجوية المسيرة التي أثبتت كفاءتها فوق أكثر من ساحة قتال حقيقية إقليميا ودوليا والتي بفضلها حازت تركيا على مكان مرموقة في هذا المجال ولا شك أن مفاهيم الحرب وتكتيكاتها شهدت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة بعد دخول الأنظمة المسلحة غير المأهولة التي تتطور يوما بعد آخر إلى ميادين القتال وكما أن كفاءة تركيا في صناعة الطائرات بلا طيار أصبحت معروفة على نطاق عالمي فإن لدى أنقرة يد قوية في المركبات البحرية المسلحة غير المأهولة كذلك وإلى جانب ريادتها في مجال الطائرات المسلحة المسيرة أحرزت تركيا أيضا تقدما كبيرا في صناعة الزوارق العسكرية المسيرة وهو المشروع الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التركية تحت اسم مركبات بحرية بلا ربان سيدا ووفقا للخبراء الذين تحدثوا إلى موقع تيرتيخ خبر تعد تركيا واحدة من أكثر الدول كفاءة في العالم في هذا المجال في ظل الظروف الحالية تطورات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية وفي تجربة ناجحة وغير مسبوقة أطلقت منصة مارلين وهي المنصة البحرية غير المأهولة الأكثر تقدما التي أنتجتها تركيا على الإطلاق صاروخ من توقيع مؤسسة بوزون 75 كيلو جراما وله رأس حربي 10 كيلو جرامات ويعد الصاروخ أحد أخف الأعضاء في عائلته وسبق إطلاقه بشكل أساسي على منصات برية وبحرية وبخصوص التطورات الملحوظة التي تشهدها المسيرات البحرية في الآونة الأخيرة لا سيما بعد أن مثلت المسيرة البحرية مارلين تركيا في تدريبات الناتو الأخيرة رسم الباحث في الصناعات الدفاعية أنيل شاهين إطارا عاما أشار من خلاله إلى أن تركيا أنتجت منتجات مختلفة في وقت قصير جدا في مجال المركبات البحرية المسلحة بلا طيار سيدا وتابع قائلا بالتأكيد لن نبالغ إذا قلنا أن تركيا هي الدولة الرائدة في هذا المجال في العالم كما ركز على أن أنقرة لا تنتج مسيرات بحرية للأهداف السطحية فقط بل طورت أيضا منصات ذات قدرات متقدمة لخوض الحروب الإلكترونية وحرب الغواصات فضلا عن قدرة هذه المسيرات للعمل في أسراب إذن ما هي أهمية المسيرات البحرية في ساحة المعركة ووفقا لشاهين فإن أكبر ميزة للمسيرات البحرية أنها منصة قابلة للاستهلاك تماما مثل المسيرات الجوية لذلك لا بأس في خسارتها نظرا لأنه لا أشخاص بالداخل وهي رخيصة من حيث التكلفة وفي حالة وجود خطورة لاستخدام أي منصة مأهولة مثل قارب سريع أو طراد في مهام مختلفة سوف تتمكن القوات البحرية بسهولة من إرسال المسيرات إلى المناطق التي لا تريد الذهاب إليها وفي بيئة طرادات بقيمة 400 إلى 500 مليون دولار وفترة بناء تستغرق أربع سنوات تعتبر المنصات الاستهلاكية منخفضة المخاطر مثل المسيرات البحرية منقذة للحياة ومهمة جدا لكسب جولة الصراع وهو الأمر الذي أدركته تركيا مسبقا وبدأت في اتخاذ خطوات سريعة من أجل التفوق فيه وعلى الرغم من كلفتها المنخفضة فإن المسيرات البحرية المتطورة تشكل تهديدا خطيرا لقطع الأساطيل البحرية الضخمة والاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات وفي ظل ظروف القتال الحالية لم يعد من المجد بناء سفن باهظة الثمن ولديها كثير من الأسلحة خصوصا أن هذه السفن وحمايتها تعتبر الخاصرة الضعيفة للبلد المشغل فمع اثنين من الصواريخ المضادة للسفن يمكن للمسيرات أن تغرق سفينة حربية قيمتها مئات الملايين من الدولارات وفقا لما قاله شاهين ما هي أسباب التفوق التركي في المسيرات البحرية؟ انطلاقا من موقع تركيا المحاط بالبحار من ثلاث جهات والمهام الملقاه على عاتق البحرية التركية لحماية مصالح البلاد القومية فوق وتحت مياه الوطن الأزرق سخرت تركيا جل مواردها وخبرتها في مجال الصناعات الدفاعية المتطورة لتوفير أحدث المنصات وأكثرها رقمية وكفاءة لرفع مستوى البحرية التركية والانتقال بها إلى مستوى منافس على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوجد نقطة أخرى مهمة تتلخص في الدروس التي استخلصتها تركيا من استخدام المسيرات الجوية بنشاط كبير في وقت مبكر جدا الأمر الذي انعكس بدوره على تطوير مفاهيم تشغيلية مكنتها من تطوير وتشغيل مسيرات بحرية خلال وقت قياس إذ تدرك عن قرى أن إدخال المسيرات البحرية في المخزون مبكرا سيمكنها من أن تصبح دولة رائدة في هذا المجال تماما كما فعلت مع المسيرات الجوية وبفضل الجهود التي بذلتها رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في هذا الخصوص حجزت تركيا لنفسها موقعا متقدما في نادي الدول الكبرى التي تعمل على تطوير مثل هذه المنصات ولسيام الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبحسب شاهين فإن تركيا واحدة من أول ثلاث دول في العالم تتقدم في هذا المجال من خلال التقدم على أرض الواقع ووفقا لشاهين سيجري تسليم ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع مسيرات بحرية مسيرة مختلفة إلى قيادة القوات البحرية التركية خلال العام الجاري إذن هذه الطفرة العسكرية وهذا التفوق الغير مسبوق والذي وضع تركيا في مصاف الدول الكبرى عالميا في مجال التصنيع العسكري لهو سبب أساسي لمحاولة إيقاف تركيا وإزاحة الرئيس رجب طيب أردغان من خلال الدعم الأمريكي والغربي الصريح والذي تدخل بشكل فج في الانتخابات التركية حتى الآن من خلال ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي في وقت سابق في حملته الانتخابية من دعمه للمعارضة لمحاولة إزاحة أردغان فضلا عن مقابلة السفير الأمريكي لكل شدار أغلو مرشح المعارضة عقب إعلانه مرشحا في إشارة واضحة للانحياز الأمريكي في مواجهة الرئيس رجب طيب أردغان أردغان الذي صنع نهضة تركيا والذي استطاع أن يخرج تركيا من بوتقة أمريكا أو من الدائرة الضيقة التي أرادت أمريكا أن تجعل فيها تركيا كدولة تابعة إلى دولة تفرض سياساتها ودولة ند في الناتو وفي غيرها من دول العالم متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر